لغة عربية صف الرودة الثالثة مرحباً كيف حالكم؟ اليوم سنكتشف معاً أحداث اللوحة الرابعة من قصة المدير الجديد بالإضافة إلى أننا سنكتشف معاً حرفاً جديداً أولاً سنستمع إلى أحداث اللوحة الرابعة في اليوم التالي قعد الأولاد وعلمتهم ديمة ألعاباً أخرى القفز على مربعات شد الحبل القفز على الحبل الغميضة سأل مازن ابنة المدير ولكن كيف تعرفين هذه الألعاب كلها؟ كنت ألعبها في مدرسة القديمة وقد كتبت قوانينها على دفتر كي لا أنساها أين التلانيذة الآن؟ التلانيذة في ملعب المدرسة ماذا يفعلون؟ إنهم يلعبون بماذا يلعبون؟ إنهم يلعبون لعبة المربعات لعبة شد الحبل لعبة القفز على الحبل ولعبت الغميضة من علمهم هذه الألعاب؟ علمتهم ديمة ابنة المدير هذه الألعاب ماذا فعل الأولاد في اليوم الثالي؟ في اليوم الثالي قعد الأولاد وعلمتهم ديمة لعبة شد الحبل سأعيد قراءة الجملة في اليوم الثالي قعد الأولاد وعلمتهم ديمة لعبة شد الحبل والآن حان دوركم لقراءة الجملة أحسنتم يا أبطال سأعيد قراءة الجملة وعليكم اكتشاف الصوت الذي أشدده على لفظه في اليوم الثالي قعد الأولاد وعلمتهم ديمة لعبة شد الحبل ما هو الصوت الذي أشدده على لفظه؟ صحيح إنه الصوت د حرف الدال صوت د سأعيد قراءة الجملة وعليكم اكتشاف الكلمات التي نسمع فيها صوت د في اليوم الثالي قعد الأولاد وعلمتهم ديمة لعبة شد حبل ما هي الكلمات التي أسمع فيها صوت د صحيح في كلمة قعد أسمع الصوت د وأرى حرف الدال في كلمة الأولاد أسمع الصوت د وأرى حرف الدال في كلمة ديمة أسمع الصوت د وأرى حرف الدال وأخيراً في كلمة شد أسمع الصوت د وأرى حرف الدال كيف يكون اللسان عندما نلفظ الصوت د؟ اللسان وراء الأسنان العليا د سنجسد معاً حرف الدال ارفعوا دراعكم اليمنى على شكل خط مائل أما الدراع الأخرى فنمنتها بشكل خط أفقي أحسنتم يا أبطال حرف الدال د د د د ديك سأعرض عليكم بعض الكلمات التي أسمع فيها صوت د د د مثل دك د مثل دولاب د مثل دمية د مثل دائرة د د مثل دواء والآن حان دوركم عليكم أن تخبروني في أي كلمة تمعنى الصوت د فكروا جيداً في كلمة دراجة أو في كلمة ريشة صحيح صحيح في كلمة دراجة أسمع الصوت د في كلمة كلب أو في كلمة دجاجة رائع في كلمة دجاجة أسمع الصوت د د في كلمة باب أو في كلمة درج ممتاز في كلمة درج أسمع الصوت د كيف هو شكل حرف الدال؟ شكله شكل خط مائل من الأعلى إلى الأسفل ويتصل بخط أفقي ماذا يشبه حرف الدال؟ يشبه الدك سنكتب الآن حرف الدال نبدأ من نقطة الانطلاق ونرسم خط مائل منتصل بخط أفقي يجلس على العشب سنتعرف الآن على أشكال حرف الدال لدينا دال المنفصلة مثل دفتر ودرج ولدينا أيضا دال المتصلة مثل حديقة وصندوق أحسنتم يا أبطالي إلى اللقاء أراكم في الحصة القاتمة الناس لما يوجد فرارب